السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف ندره حلوة كريم اقتصادية و بجميع المراحل لذلك لا نصيبه فقطر و سوف نطلع لنا بأرخى الثامن نبدأ على بركة الله بالنسبة للمقادر لدي كاس دل زيت كاس دل الماء كاس دل سانيدا 3 تشيات دل خمارة و 1 دل فانيار 4 بيضات جوج مع القبار الكاكاو نضيف شكولات و طحين على حسب الخلنات نبدأ ان شاء الله نضيف 4 بيضات و بقية من البنات البيض يكون بحرارة المطبخ سوف نضيف عليهم سانيدا سوف نضيف فانيا 8 جرام و نخلطهم سوف نضيف كاس دل زيت و سوف نضيف عليهم دانون دل شكولات إذا أردت الكيكا لكم بيضة تقدروا تضيف دانون دل فاني هنا اضفت كاس مع مرش دل الماء سوف نضيف سوف نضيف الوقت سوف نضيف في الخلاط الكهربائي و سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف الطحين و الكاكاو و الخمارات ضروري من البنات من هذه المرحلة سوف نضيف كوايرات سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف الخلاط كما تشوفوا سوف نضيف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف و التجميل سوف نضيف سوف نضيف مهم سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف ثم هاتف الهاتف سوف نضيف سوف نضيف ماذا تشوفوا يعني كجي طالعة وكجي ناجحة مئة في المئة إلا تباتوا المراحل اللي أنا دلت فغد يكون آآ مهلها تشكل هذا ودفع هتندزو باش ندروا القلاسة الجمعروار اللي آآ كيجي اختصاري بزاف يعني كيفما كتشوفو بجوز مكونات فقط اللي هما الكاكاو والسانيدا وكاسة الماء غد ندروا هنا ست المعالق ديل سانيدا وثلاثة المعالق كبار ديل الكاكاو كيفما كتشوفو يعني ضروري تغربلو باش ميبقاش وكتخلطوهم زيان على هالطريقة هادي باش نساجموا مع البدياج وكتضيفوا الماء شوية شوية يعني غير نستكاس ديل الماء فهو كافي ما تكتروش مهم غد يتخلطوه الى هالطريقة وغد يتوضعوه على نار مهيلة مع تحريك المستمر كيفما كتشوفو معي يعني غتتحركوا مزيان باش ميلسقش يعني التكيب دا هكا كيفما كتشوفو آآ يبدأ كيطلع ووضفو عليه آآ النار كيفما كتشوفو اجدليه غد ندفع عليه مهيلقة صغيرة ديل زبتة باش تعطيها دا كلامعان سوف نضعوه بشيء آنيا كيفما كانت كيفما تشوفوين كيجي خاتر سوف نغطيوه بسلوفان و سوف نضعوه في اللاجة باش يبرض و باش يسيد عقاد و نضوزوه إن شاء الله باش نحضروه الكريم شانتي كيفما كتشوفو الكريم شانتي غادي ناخدو ساشيا دي الكريم شانتي و غادي ناخدو الحليب غير كاس يعني اه هنا بكاس ديال العنباج قريبا اني انا قدرت هنا لشوي عندي شوي الكاس كبير درتوه معه مرش غادي نضاف الحليب والحليب اللي بنات يكون بارد يعني يكونو اه درتوه في اللاجة واحد من الساعة قبل و غادي نضاف عليه اه شاصية دي الكريم شانتي و غادي تطربوه بها طريقة اللي ما عندهاش اه طراب الكهربائي اه طراب اليدوي كافي غير هو غير ياخدلك اه شوي ديال الوقت و كيفما كتشوفو ها هو وجد اللي يعني احتى كيجي على هالطريقة هادي مما كيجي جامد كيفما كتشوفو يعني كيجي على ثق ما كيهبطش اه طربي هذا هو القوام دياله هادو ندوزو ان شاء الله باش بنقطعو الكيكا ديالنا على ثلاته فا كيفما كتشوفو معايا انا كندير هالطريقة يعني كنعلم بالموس من بعد كندير الاخير وكنقطع بيه كيجي ساهل كيفما كتشوفو معايا على هالطريقة يعني حتى تعلموا بالموس والول وش هل بغيتوا تديروا باش يجيكم امقاد ومن بعد كتديروا الخيط على هالطريقة هادي وساهل بالنسبة لمبتدئات هاد المرحلة كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نديروا واحد شوية الكريم شانتي باش يشدلينا الكيكة دياننا وغادي نسقيوا ها نديروا اه اه نسكى فيه والمدافين وشوية ديسكا كيف ما كتشوفوا كتسقيوا الكيكة ديانكم زيان وكتوضعوا عليها الكريمة كتوضعوها كامل على الكيكة ديانكم انا اه ما درتش بزاف بغيت علها القهوة معدها يعني ما بغيش نكسر الكريم شانتي انا كيفما كتشوفو درت اه التانية ودرت عليها يعني سقيتها بالقهوة وكملت يعني الكريم شانتي والثالثة كيفما كتشوفو يعني سقيتها تقدروا الى ما بغيتوش النكة هذه القهوة تقدروا تسقوها بالحليب او لا بالحليب والشوكولات ولا مهم تشوفو النكة اللي كتبغي من شوما ولي كترتحوا فيها مهم كتشوزعوا الكريم شانتي على هالطريقة من بعد جبتت القلاسة جميع واغ متل درجة كيفما كتشوفو يعني كيجيوا على واحد القوام رائع جدا يعني تحلفوا عليه ماشيد الكاكاو وكيطلع اه رخيص بزاف يعني كيطلع اقتصاد درجة مهم كتشوزعوها على اه لطرد ديالكم على هالطريقة هادي كيفما كتشوفو يعني كدري شوية وكتشوزعوه بريشو يكون غامق فغادي تخوي واحدة لطرد كاملة وغادي تحبط هنا بالنسبة له هاد كريم شانتي ضرتعلي هاد القلاسات ضرتعلي شوية وخلط شو مزيان وكيفما كتشوفو يعني وجعل هاد الطريقة هادي جعل هاد اللون هادا كيفما كتشوفو معها كيفما كتشوفو تخليوها غيرها كاك اه فاد زين كيبقى ادواق يعني تقدروا تزينو بالطوق اللي مبغيتون تومه واللي كتشوفو فيه فهنا هادرت الكونتفلكت من نوع اخر وهي متوما تزوقو باللي عندكم واللي اه كاين في الدار كيفما تقدروا تخليو واغيها كافية كجيزوينة مهما هادرت غير هاد الاضافة وادرت اه الكريم فانتيني من الواس تقدروا تخليو واغيها كافية كجيزوينة و هادا هو الشكنياء انتيل اه حلو واغيها كريم ديانا كتجي زوينة بزاف البناج و كتجي اقتصادية علشنا لما نصيبوها في الدار حسن من اه نك نشريوها بتعمل اه غالي بزاف تخيبوها في الدار كتطلع اقتصادية و كتعرفي شنو نصيب فيها و اه يعني كتجي زوينة و كتجي علا اه على الدق ديالك و هادا هو اه شكل نهائي كيف مما كتشوفو معايا غادي نقطع معاكم اه الطرف و شوفو كيفاش كتجي من الداخل كتجي زوينة البناج في المعداق جغبوها اكيد غادي تعجبكم يعني و كتجي الاقتصادية ما كتطلعش بزاف ديال المكونات كيف ما شوشو معايا في الفيديو يعني مكونات بزاف تقدر اي وحدة تديرها يعني مبتلئة او لا يعني اي وحدة تقدر تديرها يعني كجي سهلة كيف ما كتشوفو انا مبغيت ان نكتر كريم شون بزاف من الداخل نحن كتجي على هاد الطريقة هادي و امسحها و راحة الى فيديو قادم ان شاء الله